بعد انكشاف ميليشيا ما يسمى حزب الله ومشاركتها في قتل أبناء اليمن وبث الفرقة بين أبناء هذا الوطن هل المخلوع صالح تورط في هذه المؤامرة لإلحاق اليمن بولاية الفقيف في طهران؟ بالتأكيد هذه أدلة جديدة على تورط حزب الله الميليشيات المدعومة من إيران تتعاون فيما بينها ويساعد بعضها بعضا للإلحاق الأضرار بالمجتمعات العربية والرئيس المخلوع هو أدات لتنفيذ هذه المخططات كان دافعه الانتقام من اليمنيين لأنهم ثاروا عليه في 2011 وأراد الانتقام منهم بهذه الطريقة بأن جعل من نفسه ومن بقايا وأركان حكمه والموالين له أو سواء في الجيش أو في الآمن أو في بقية مؤسسات الدولة أن جعل منهم أدوات لتنفيذ المخطط الإيراني الذي تنفذه بالشراكة جماعة الحوثي وميليشيات حزب الله نعم هل تعتقد بعد تعيين الفريق ركن علي بن محسن الأحمر نائب للقائد الأعلى للقوات المسلحة سيقلب المعادلة في وجه متمردي الحوثي وصالح تعيين الفريق علي بن محسن الأحمر في هذا التوقيت وفي هذا الموقع الحساس هو إضافة جديدة يعني للتحام بقية المنظومة العسكرية والقبلية المحيطة بصنعان ومعروف عن محسن خلال شراكته وخلال مواقعه السابقة في النظام السابق أنه له علاقات واسعة وله منظومة حلفاء سواء في المؤسسات العسكرية والأمنية أو في تركيبة النظام القبلي في اليمن وبالتالي فإن مثل هذا القرار وهذا التعيين لا شك سيقلب المعادلة لصالح الشرعية وسيجعل التحالفات التي أقامها الحوثيون والرئيس المخلوع يعني أكثر ضعفا وأكثر هشاشا بالتوازي وبالتساوي مع مأمات الحقوق قوات الجيش الوطني وغارات التحالف والمقاومة الشعبية من تقدم في مختلف الجبهات هذه العوامل كلها تساهم وتساعد في تهيئة الإقدام على تحرير العاصمة الصنعاء وبقية المناطق والمحافظات التي لازالت تحت قبضة الميليشيا نعم نرى الآن في آخر التطورات الميدانية أن قوات الشرعية تتقدم في جميع الجبهات والآن أصبحت على تخوم صنعاء كيف ترى هذه التطورات؟ هذه التطورات تؤكد أشياء كثيرة ومن أهم ما تؤكده وتؤكد عليه أن الحوثيين ظلوا يكذبون على أنفسهم وعلى من يصدقهم أن لهم حاضنة شعبية لا يوجد لهم حاضنة شعبية لا توجد منطقة يمنية تدافع عنهم وبالتالي حتى صنعاء التي ظلوا يراهن عليها ويتصورون أنها ستحميهم الآن هذا الطوق القبلي المحيط بصنعاء سيكون كما أكدنا في مرات سابقة وعبر شاشتكم أن الطوق القبلي والطوق الأمني المحيط بصنعاء سيكون أكثر التحاما مع الشرعية وسيكون أكثر انتصارا لليمنيين ولغالبية اليمنين والمشروع اليمني ضد هذا المشروع خاصوصا مع انتشار هذه الفضائح المدوية عن ارتباط هذه الميليشيا ارتباطها بإيران وارتباطها بحزب الله ويعني للتخطيط ولتنفيذ جرائم بحق اليمن وبحق دول الجوار وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية